تحت رعاية سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام نظمت الإدارة العام للمباحث والأدلة الجنائية ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان استعراض واقع مكافحة الاتجار بالأشخاص في العالم العربي البحرين نموذجا في بداية كلمته نقل رئيس الأمن العام تحيات وتقدير معالي وزير الداخلية للمشاركين في الندوة وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح ورفع سعادة رئيس الأمن العام خالص التهن والتبركات إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمول العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى معالي وزير الداخلية بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الإنجاز الدولي والمتمثل في حفاظها على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص العام الرابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي والصادر حديثا أشار رئيس الأمن العام إلى ما تحقق للبحرين من إنجازات في رفعة الإنسان وشأنه وتعزيز حقوقه وعلى جميع الأصعدة نتيجة لتوجيهة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ورؤيته السديدة وبحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز وفي بداية الندوة أشار العميد محمد بن دين إلى أن تحقيق مملكة البحرين لهذه الإنجازات والمستويات المتقدمة في عدة مجالات هو محل اعتزاز وفخر وكان أخيرها النجاح الباهر في مجال مكافحة جائحة كورونا من خلال تصطيح المنحنى الأمر الذي كان محل تقدير دولي رفيع المستوى كما تفخر بما أنجزته في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وريادتها المتميزة على المستوى الأممي وحفاظها على موقعها بالفئة الأولى في هذا المجال وللعام الرابع على التوالي أكد العميد محمد بن دين أن وزارة الداخلية ماضية في تنفيذ منظومة البناء الوطني في مجال حقوق الإنسان ومسيرتها الحضارية القائمة على حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار ترجمة نانسي قنقر